واستصخ بالأزمة العاصفة التي تواجهها العملة الوطنية التركية في مواجهة الدولار الأمريكي ومع ما يبدو من معوقات في سبيل الوصول إلى حل للأزمة بين أنقرة وواشنطن أرسل الرئيس التركي رجل طايب إردوغان رسالة إلى الأمريكيين عبر مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقال عده مراقبون رسالة وداع للتحالف الاستراتيجي الوثيق الذي دام عقودا بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإعلانا صريحا لفك الارتباط بين الجانبين بعدما وصفه إردوغان بالمؤامرة والإجراءات الأحادية التي اتخذتها واشنطن ضد أنقرة إردوغان في مقاله اتهم الإدارة الأمريكية بالإخفاق مرارا وتكرارا في تفهم واحترام ما يشغل بال الشعب التركي من هموم الأمر الذي عرض الشراكة بين الجانبين خلال الأعوام الأخيرة للاختبار تحت وطأة الخلافات أبرز عوامل الإحباط لدى الأتراك استعرضها إردوغان في مقاله بدءا من الموقف الأمريكي من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قبل عامين ورفض واشنطن تسليم فتح الله غولن المتهم بتدبير تلك المحاولة مرورا بالدعم الأمريكي للميليشيات الكردية في الشمال السوري وصولا إلى أزمة القبض على المواطن الأمريكي أندرو برانسون في تركيا بتهمة مساعدة منظمة إرهابية مواقف يراها الرئيس التركي مقوضة لمصالح الولايات المتحدة والأمن في المنطقة والعالم وبحسب محللين فإن الأزمة بين أنقرة وواشنطن وتزامنها مع أزمات أخرى تعيشها الإدارة الأمريكية مع إيران وروسيا بل ومع الاتحاد الأوروبي كل ذلك يكشف عن استراتيجية خاطئة ينتهجها الرئيس ترامب ليس فقط إزاء خصومه ولكن إزاء حلفائه كذلك الأمر الذي يدفع باتجاه تكوين تحالفات جديدة مناهضة للسياسات الأمريكية تحالفات قد تضم روسيا والصين وإيران إلى جانب تركيا ولعل ذلك ما قصده إردغان بتهديده بالاستغناء عن أمريكا والبحث عن أصدقاء وحلفاء آخرين